موسيقى تحية طيبة مشاهدين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة والبداية من وكالة الأناضول ونطالع في هذا العنوان طائرة تركية تغادر بيروت نحو هاتاي وعلى متنها مقاتلي ومصابي الزبداني سوريا وفي التفاصيل غادرت طائرة تركية تقل على متنها 126 من المقاتلين والمصابين الذين تم إجلاؤهم منطقة الزبداني سوريا مساء اليوم الاثنين مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت متوجهة إلى ولاية هاتاي جنوب تركيا وصل 338 شخصا من جرح بلدة الفوع سوريا ومرافقهم إلى الأراضي التركية قادمين من معبر جيلوفا كوزو المقابل لمعبر باب الهوى السوري مساء الاثنين في إطار تنفيذ اتفاق بين النظام السوري وحزب الله من جهة وفصائل المعارضة السورية من جهة أخرى يذكر أن المئات من أهالي بلدة مجد العنجر اللبنانية نظموا في وقت سابق استقبالا حاشدا لقافلة المقاتلين والمصابين الذين تم إجلاؤهم من الزبدان بعد عبورها الحدود بين البلدين ناثرين عليها الورود والأرز وننتقل إلى موقع الأورينت نت ونطالع في عنوان هذا المقال لعبدالله مكسور ناجي الجرف الضحية المؤجلة في زمن الخلافة ناجي الجرف لم يكن يبحث عن موت عادي فقرر الخوض في بحر المصاعب والمتاعب حتى النهاية الفكرة التي قتلته خرجت إلى النور من خلال فيلمه داعش في حلب الفيلم التسجيلي الذي اختصر فيه عبر شهادات حية واغع المدينة بزواريبها وحاراتها التي وقعت تحت سيطرة داعش عام 2013 دخل بالكاميرا في أدق الأماكن وعورة الروح البشرية فالتقى مع ذوي المغيبين ليردوا الرواية المفقودة عن أبنائهم الرواية التي صارت من تاريخ المدينة بعد أن كان ما عداها طالق الرجل الذي عاش مكشوف الاسم والوجه واللسان والأحلام قتله المختبئون خلف لثامهم وراياتهم وأحلامهم التي لا تشبه السوريين قتلوه على طريقة العصابات التي تخاف من الضحية والجغرافيا والتاريخ معا دون إحداث ضجيج بمسدس كاتم للصوت كما تظهر حساباتهم على مواقع تواصل الاجتماعية وفي لحظة هاربة من الزمن حين كان يستعد للرحيل هكذا يبدو المشهد واضحا فلم كان في المنتصف بين المتطرفين الأول أمسك بزمام الصلاح والثاني عرف جيدا أين ومتى وكيف يستخدمه فهل ستنتهي المقتل السورية ببوت الجميع شهودا ومجرمين وننتقل إلى عنوان آخر في موقع تركبريس الخارجية التركية تعلن تطبيق نظام الفيزا على المواطنين السوريين وفي تفاصيل هذا الخبر الخارجية التركية تعلن تطبيق نظام الفيزا على المواطنين السوريين أعلنت وزارة الخارجية التركية فرض تأشير الدخول على المواطنين السوريين الراغبين في دخول تركيا وذلك اعتبارا من كانون الثاني يناير 2016 وذكرت الخارجية في بيان لها صدر مساء الاثنين حظها لتركبريس على نسخة منه أنه سيكون بالإمكان الحصول على هذه التأشيرات من السفارات والقنصليات العامة التابعة للجمهورية التركية وأضف أنه سيستمر العمل بالإعفاء على الحصول عن تأشيرة الدخول إلى تركيا للمواطنين السوريين القادمين إلى الأراضي التركية عبر المراكز الحدودية البرية الموجودة على الحدود السورية وبالانتقال إلى موقع جريدة الحياة نطالع إيران تشحن كمية من اليورانيوم منخفض التخصيب إلى روسيا قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مساء أمس الاثنين إن سفينة تحمل أكثر من أحد عشر ألف كيلو جرام من اليورانيوم منخفض التخصيب غادرت إيران متجهة إلى روسيا في خطوة إيرانية للوفاء بالالتزامات التي نص عليها الاتفاق النووي مع القوى العالمية المبرم في الرابع عشر من تموز يوليو الماضي وأوضح كيري في بيان إن الالتزامات تضمن إزالة كل المواد النووية الإيرانية المخصبة حتى مستوى عشرين في المئة التي لم يكن قد تم تشكيلها بالفعل إلى ألواح وقود لمفاعل طهران البحطية وأضف أن إزالة كل هذه المواد المخصبة من إيران خطوة بهمة نحو وفاء إيران بالتزامها عدم امتلاك ما يزيد على ثلاثمائة كيلو جرام من اليورانيوم منخفض التخصيب وبالانتقال إلى عنوان آخر في جريدة عينب بلدي نطالع الديمقراطية طريق التخلف لافتات في طرقات إدلب الديمقراطية شركة الديمقراطية هوبل العصر الديمقراطية كفر عبارات تنتشر على لافتات الأوتوستراد الدولي بين مدينتي معارة النعمان وسراق في محافظة إدلب وأوضح ناشط إعلامي في المحافظة رفض كشف اسمه أن المكتب الدعوي التابع لجبهة النصرى هو من ينظم هذه الحملات وتنشط الحملات السلفية الدعوية بحسب الناشط ردا على مقرارات مؤتمر الرياضة وتأتي نسفا لأي عملية سياسية من الممكن أن تشهدها السوريا وتحاول الوصول إلى انتخابات ديمقراطية تحت إشراف الأمم المتحدة وفي عنوان آخر في عنب بلدي نطالع ممثلان عالميان يتبرعان لحماية أطفال سوريا من الحصبة وفي التفاصيل تبرع الممثل البريطاني ساشا بارون كوهين وزوجته الممثلة الأسترالية إيسلا فيتشر بمليون دولار أمريكي لمساعدة أطفال سوريا حسب ما نشرت صحيفة الاندبندنت البريطانية وقالت الصحيفة إن الزوجان منها خمسمائة ألف دولار أمريكي استجابة لنداء صحيفة الساندي تايمز في عيد الميلاد لمساعدة وحماية الأطفال المهددين بتفشي مرض الحصبة في سوريا ولا تعد هذه المبادرة الأولى من نوعها إذا نظم الممثل الأمريكي أدوارد نورتون حملة تبرعات لعالم سوري مصاب بالسرطان ولاجئ في تركيا بعد انتقاله إلى ولاية ميتشيغن الأمريكية مع عائلته لتلقي العلاج وبالانتقال إلى العربي الجديد نطالع هذا العنوان لاجئون سوريون في الأردن يزينون مخيمهم برسوم فنية يؤوي مخيم الزعتري في الأردن ألوف اللاجئين السوريين الذين يقيمون في بيوت متنقلة كرفانات وخيام مصفوفة في الصحراء الأردنية وفي محاولة لإطفاء لمسة جمالية ملونة على المخيم القاحل تشتهد مجموعة من الفنانين السوريين والمتطوعين من سكان المخيم حاليا في رسم لوحات على جدران تلك الكرفانات ويرسم الفنانون المسلحون بدلاء طلاء وفرش لوحات جدارية وصور ومناظر طبيعية على الكرفانات المصنوعة من المعدن وقال أحد الفنانين المشاركين في المشروع الفني وقد احتشد الأطفال يعبر عن إعجابهم بالمشروع الفني بينما كان الفنانون يضعون اللمسات النهائية على أعمالهم بهذا العنوان مشاهدين الكرام نكون وصلنا لنهاية الحلقة لهذا اليوم على أمل اللقاء بكم دائما بكل خير إلى اللقاء اشتركوا في القناة